اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترى ممكن انها تنزل ببرايت دست ولكن ما هتكون بالسرعة يعني ممكن ما تنزل في الاسبوع الجاي ممكن بعد اسبوعين ثلاثة في موقع ممكن اتوقع اذا ما نسيت رح حط لكم رابطة ان شاء الله في الدسكريبشن والرابط هذا رح يوديكم الموقع يوريكم الاشياء اللي رح تنزل اصلا ببرايت دست خلال السيزن هذا كامل فاذا ما نسيت ان شاء الله اني احطه في الدسكريبشن زي ما انتم شايفين هادا الاشياء اللي بالسلفر ننزل نشوف الاشياء اللي بالبرايت دست على السريع زي ما انتم شايفين هادا الاشياء اللي بالبرايت دست الاسبوع هذا طيب اوكي شباب خلونا بسرعة ناخذ نظرة بسيطة على الاشياء اللي ممكن نسويها الاسبوع هذا من نسبة للبنيكلز نبدأ بداية بالإي دي زي عندكم اللي هو مشن الهارب رينجر اللي هو مشن الهوك مون اللي ما يعرفه رح يطيكم بنيكل البنيكل عشوائي طبعا لو رحنا اليوروبا رح نلاقي في عندنا الاكسو تشالنج وبرضو عندنا اللي هو النايتمير هانت او الامباير هانت بلا صح من نسبة للاشياء اللي هي معروفة عندكم الباورفل ولكن الباورفل ما احنا بحاجة للسيزن هذا وعندكم الفراغمنتز الجديدة اللي ممكن تاخذونها من الاكسو سترينجر اللي ما اخذها او لسه ما خلصها في عندها اربعة فراغمنتز جديدة واسبكت واحدة الاسبكت هي مشن واحدة رح تسوونها مرة واحدة وبعد كده بقية الشخصيات بس كل اللي عليكم تروحوا ان تستلمونها اما من نسبة للفراغمنتز فلازم تسوونها خلال اسبوعين رح تسوون اثنين كل اسبوع ورح تمديكم جيبون كل الفراغمنتز باذن الله من نسبة للريد الاسبوع اللي فات كان فيه glitch وكان محطوط عليه as a pinnacle بعد الupdate اللي صار اليوم طبعا نسيت اقول لكم اول ما تدخلون اللعب ان شاء الله رح يكون فيه update مساحة تقريبا 600 ميجا او بعد الupdate على طول تبنيكم تدخلون اللعب الريد كان فيه glitch واسبوع اللي فات كان محطوط as a pinnacle صلحوا الان وصار الان مكتوب عليه powerful اللي بيسأل ليش صار powerful بسبت الريد الجديد اللي ان شاء الله رح ينزل اليوم السبت هذا بإذن الله بتوقيت مكة المكرمة الساعة ثمانية طبعا هذا من نسبة للبينيكلز اللي في أوروبا الكروسبل عندنا البينيكل اللي بعد ثلاثة قيام وبالإضافة عندنا الآيرن بانر طبعا الآيرن بانر لازم تروحون للتاور تاخذون الباونتيات من هناك وتبدون تسوونها بإذن الله طبعا أكيد ما ننسى عندنا البينيكل حق السترايكات بعد ثلاثة قيام على حسب الألمنت حق الأسبوع اللي هو فويت سنج بإذن الله هذا الأسبوع ولا تنسون طبعا عندكم النايت فول بعد ما تجيبون المئة ألف طبعا زي ما انتم شايفين النايت فول الأسبوع هذا هو صابر نشوف على طول الأشي الأشياء اللي موجودة لو رح تلعبونها أتوقع لو تلعبونها على 1310 رح يمديكم تجيبونها على المئة ألف طبعا ناخد نظرة سريعة على الأشي اللي هي الموديفايرس حق الأسبوع طبعا عندنا اللي هو البينيكل حق القامبت برضو وعندكم البينيكل اللي موجود في التاور اللي هو الدنجين طيب شباب معلومة بسيطة للي ما يعرف عنها في عندكم اللي هي الباونتيات لو خلصتوها الكوماندر زفالة وشاكس وبانشي ودريفتر رح تعطيكم برايت دست الأتوقع رح يعطيكم فوق 300 و 400 برايت دست فنصيحة للي حب انه يجمع برايت دست يسويها لا يفوتها كل أسبوع بالثلاث شخصيات من نسبة لللوس سيكترز اللي موجودة لأسبوع هذا أو اليوم بالأصح عندكم اللوس سيكتر اللي موجود في التانجلد شور 1340 رح يعطيكم الرجل الإكزوتيك الجديدة إذا لسه ما جبتوها ونروح ناخد نظرة سريعة برضو على اللوس سيكتر الثاني خلونا نشوف وينها زي ما انتم شايفين اللوس سيكتر الثاني رح يعطيكم يد وقوة 1310 موجود في المون للي حاب انه في يد معينة لسه ما جابها او يبا يفرم عليها من ناحية انه يجيب ستاتس كويسة عليها ونروح السريع كده على الهلم ونروح نشوف اشي هو الكوست الجديد طيب شباب زي ما انتم شايفين هنا جينا عند الهلم وهذا هو الكوست الجديد عبارة عن خمسة خطوات اول خطوة طبعا رح يطلب مننا ان احنا توقع نشحن المفتاح اللي معانا ونروح نشوف على طول الخطوة اللي بعدها الخطوة الثانية على طول رح يقول لكم روحوا عند اللي هو الأوفررايد ونسويها ونفتح الصندوق اللي موجود فيها في نهاية الميشن ومن بعدها رح تبدوا نتكملون في الكوست الين ما يتخلصونا وهذا رح يكون للاسبوع الثاني طيب شباب هنا كانت نهاية مقطعنا للاسبوع الثاني في دستيني وبيذن الله رح نشوفكم لو فيه اي شي جديد وطبعا ما حنسني اقول لكم انه باذن الله باذن الله يوم السبت لما ينزل الرايد رح اكون فاتح بث في تويتش للي ما يعرف انه عندي قناة في تويتش رح ابث عليها باذن الله الرايد اول ما يبدأ وبيذن الله رح نحاول نخلصها في اول يوم ورح اكون باث قبل تقريبا ما يبدأ قبل ما ينزل الرايد تقريبا بعشر دقائق رح ابدأ البث ورح نبدأ ناخد سواليف معاكم شويتين كده الين ما يبدأ البث الين ما يتبدأ الرايد ورح نبدأ على طول باذن الله وهنا اقول لكم ان شاء الله الى لقائن اخر نشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي لا تنسونا من اللايك واشتركوا في القناة اذا ما انتم مشتركين وزي ما قلت لكم رحوا تابعونا في تويتش باذن الله عشان بث يوم السبت مع السلامة